هاتف جديد من اوبو في الفئة الاقتصادية نتمنى يعني انه يكون بيقدم حاجة جديدة او على الاقل يكون بيقدم سعر كويس يلا بينا نعرف كل حاجة عن الهاتف اهلا بكم مشاهدين ومتابعين كناة مو بي سي النهاردة هنتكلم عن هاتف اوبو ا16 وهنتكلم عن كل مواصفات الهاتف وكمان مميزاته عيوبو وكمان في اخر الفيديو كالعادة هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر اطلاق الهاتف سواء الاسعار دي كانت اسعار متوقعة او اسعار رسمية ما تنساش بس تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزاته عيوب كل موبايل وكمان مقرنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد مواصفات هاتف اوبو ا16 اول حاجة نخش على شاشة الجهاز اللي هنا بتيجي من نوع اي بي اس الي سي دي وبتيجي بحجم ستة واثنين وخمسين من مية بوصة بجودة اتش دي بلس وبدكة 1600 في سبعمية وعشرين بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات متين تسعة وستين بيكسل لكل انش كالعادة زي كل الهواتف في الفيدي كاميرا الهاتف الامامية بتيجي على شكل ناطش ومعدل تحديث الشاشة ستين هرتز هي الشاشة جيدة ومقبولة على فئة الهاتف ولكن كانت مفروض تكون بجودة فول اتش دي بلس ولكن رغم انها مش الافضل في الفيدي ولكنها مقبولة هنا اوبو بتقدم لك معالج ميداتيك هليو جي 35 بدك التصنيع 12 نانو الحقيقة يعني المعالج هنا مش الافضل خالص في الفيدي لان فيه هاتف تانية في نفس الفيدي وبنفس السعر تقريبا بتقدم لك معالجات اقوى بكتير يعني نقدر مثلا نقول انك هتاخد منه اداء مقبول في حاجات مثلا زي التصفح ومشاهدة اليوتيوب والالعاب الخفيفة وحتى لعبة باب جي ممكن تلعبها على اقل اعدادات ولكن طبعا المعالج مش الافضل في الفيدي الجهاز بيجي بنسخة واحدة وهي 32 جيجا مع 3 جيجا رام والهاتف بيدعم تركيب كارت موموري خارجي فيه منفذ مخصص لحد 512 جيجا الهاتف بيجي بتلات كاميرات خلفية الاولى 13 ميجا بيكسل وديه الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية 2 ميجا بيكسل وديه كاميرا ماكرو لتصور الحاجات من قريب جدا والثالثة 2 ميجا بيكسل وديه العمل العزل وكنا نتمنى الصراحة يكون فيه كاميرا ربعة زاوية واسعة كاميرا الهاتف الخلفية بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في اسانية بالنسبة للكاميرا الامامية بتيجي 8 ميجا بيكسل وبرضه بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في اسانية البطارية هنا بتيجي بحجم 5000 ميلا امبير البطارية حجمها كويس جدا الصراحة ولكن البطارية بتدعم الشحن بكوة 10 اوات فقط الهاتف بيجي باندرويد 11 والهاتف مش بيدعم من F-C ودي حاجة طبيعية جدا على سعر الهاتف الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طيب C ظهر الهاتف والفريم اللي اتنين بيجوا من البلاستيك وسمعات الجهاز اللي هتدعم الستيريو ودي برضه حاجة طبيعية جدا على سعر الجهاز الوان الجهاز هم الفد والازرق والاسود الجهاز بيدعم مستشعر البصمة وموجودة في زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما اخشت عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب مميزات هاتف أوبو اي 16 الهاتف بيدعم تركيب خطين وكارت موموري في نفس الوقت البطارية هتاخد منها دائق كويس عيوب موبايل أوبو اي 16 الشاشة جيدة زي ما قلت لك قبل كده ولكنها مش الأفضل في الفئة دي المعالج برضه كويس زي ما قلت لك قبل كده ولكن في معالجات تانية اقوى منه في نفس السعر ودلوقتي خلينا اوضح لك سعر الهاتف في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الهاتف بس خليك عارف ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار متوقعة وده لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية تم اطلاق الهاتف في اندونيسيا بسعر 140 دولار السعر المتوقعة في مصر 2400 جنيه السعر المتوقعة فيه السعودية 500 سمعين ريال طيب ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس الفئة السعرية شاومي بوكو ام سري الهاتف ده اقوى منافس لهاتف اوبو اي 16 هنخش على مقارنة بين الجهازين ولكن قبل ما نخش على مقارنة بين الجهازين عايز اقولك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي بوكو ام سري لو عايز تشوف المراجعة هتشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من الاي اللي هتزهر لك فوق ده الوقت نخش على مقارنة المعالجات الاول وهنا اوبو بيجي بمعالج ميداتك هليو جي 35 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 662 وهنا معالج شاومي بتفوق اوبو بيجي بشاشة ibs lcd بجودة HD بلاس وشاومي بيجي بشاشة ibs lcd بجودة full hd plus وهنا شاشة شاومي تتفوق لان جودتها اعلى اوبو بيجي ببطارية 5000 ميلا امبير وشاومي بيجي ببطارية 6000 ميلا امبير وهنا شاومي تتفوق اوبو يدعم شحن بكوة 10 واط وشاومي يدعم شحن السرع بكوة 18 واط وهنا شاومي تتفوق يلا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين مع العلم ان سعر اوبو ده سعر متوقع زي مولتلك قبل كده لانه لسه منزلش مصر انما سعر شاومي ده سعر رسمي وده لانه نزل مصر بالفعل سعر اوبو المتوقع نسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام 2400 جنيه سعر شاومي الرسمي نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 2550 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب وبي سي في جوجل وتخش الدورة على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو فيه هاتف معين عايزين نعمل له مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات وكمان مستني اراك في هاتف وبو اي 16 اتمنى يكون الفيديو عجبكم اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة